بسم الله الرحمن الرحيم وعن التوبولوجي وعرفنا التوبولوجي حتى نذكر حكينا تاو لصبست من الباور ست للأكس إز كولد التوبولوجي أون أكس أف أول شرط كان عنا فاي وأكس تنتمي لتاو الشرط الثاني ف يو وفي تنتمي لتاو ثم يو تقاطع في تنتمي لتاو والشرط الثالث كان ف يو ألف ألف إن دلتا is a family of elements إن تاو than then اتحاد يو ألف ألف في دلتا كمان تنتمي لتاو هاتول ثلاث شروط كانوا حتى تكون تاو هي توبولوجي على أي مجموعة أكس فايو أكس في تاو أي عنصرين في تاو لازم تقاطعهم في تاو أي عدد من عناصر تاو لازم اتحادهم يكون ينتمي لتاو وفي الحالة بيصير أكس مع هذا التوبولوجي تاو is called a topological space شفنا أربع أنواع من أنواع التوبولوجي كان في عنا توبولوجي سمينا indiscreet توبولوجي والindiscreet توبولوجي كان هو التوبولوجي فقط الذي يحوي phiو اكس وحكينا هذا أصغر نوع من أنواع التوبولوجي كان في عنا توبولوجي سمينا indiscreet توبولوجي وهذا كان بيساوي power set للأكس وهذا كان أكبر توبولوجي أي توبولوجي لازم يكون sub set من power set للأكس أقصى شيء توبولوجي بيساوي power set للأكس فهذا أكبر توبولوجي كل توبولوجي لازم يحوي phiو اكس ما في أصغر من هيك فهذا أصغر توبولوجي في توبولوجي سمينا co-finite توبولوجي وإيش هذا co-finite توبولوجي هو كل المجموعات U اللي sub set من X التي تحقق الشرط أنه X ناقص U is finite يعني متممة U تكون finite حتى تكون U في تاو بالإضافة لل phi والأكس والنوع الرابع من أنواع التوبولوجي سمينا co-countable توبولوجي كمان هو كل المجموعات U اللي sub set من X اللي بتحقق الشرط أنه X ناقص U is countable بالإضافة لل phi والأكس هدول الأربع أنواع إذا رجعت إليهم في محاضرتنا الماضية بتشوف إنه في كل مثال كنا نكتب في البداية let X be any set ما كان فيه شرط على المجموعة X لأنه هدول يعرفوا على أي مجموعة X الآن في عنا نوعين خامس و سادس ما رح يعرفوا على أي مجموعة X فقط بيتعرفوا على المجموعة R يعني في البداية نحكي let X ساوي R ونكون نحكي let X be any set ونحكي let X تساوي R and Tau تساوي كل الفترات اللي على صورة من ناقص ما لنهاي لأي بحيث A تنتمي لأ R اتحاد الفاي والأر الفاي والأكس يعني الفاي والأر هون ما أخذي نحن كل الفترات اللي يكشكلهم اللي بيبدوا من ناقص ما لنهاي لعنصر وهالعنصر ينتمي للأر اتحاد الفاي والأر يعني شو العناصر الموجودات في هذا تاو موجود فيها فاي وموجود R وكل الفترات اللي هيك شكلهم بيبدوا من ناقص ما لنهاي لأي وهيك شكل الأقواص نشوف هل هذا تاو تبوليجي على X هل هو تبوليجي على R بدك تتحقق من الشروط التبوليجي الثلاث أول شرط اللي عندنا الفاي والأكس اللي عندنا مين صارت الآن صارت R الفاي والأر أو الأكس يعني تنتمي تنتمي لتاو هاي الفاي والأر موجودات في تاو الشرط الشرط الثاني اللي بنتحقق منه بنا نبدأ بمجموعتين U و V تنتمي لتاو وبنا نشوف نثبت انه U تقاطع V كمان ينتمي لتاو كمان في احتمالات عندنا هون الاحتمال رقم A نفس الاحتمال رقم A اللي شفناه في حالة الكوفاين اي التبوليجي اللي اثبتناه في محاضرتنا الماضي شو كان الاحتمال الاول انه يكون U or V is Phi احنا بنحكي انه تاو شو عناصره اما Phi او R او الفترات اللي يكشكلهم فاذا انت ما اخذ ال U وال V في تاو شو بنكون U وال V اول احتمال يكون ال U او ال V Phi او الثنتين طبعا هذة احنا بنحكي U or V Phi او الثنتين يكونوا Phi في الحالة تقاطئهم Phi مجموعتين واحدة منهم Phi اكيد تقاطئهم Phi وال Phi موجودة في تاو احتمال الثاني كمان زي الاحتمال الثاني في مثالنا الماضي تبعا الكوفاين R X X اللي عندنا مين يعني يعني R انه يكون الثنتين ال U وال V هدول اللي ما اخذينهم في تاو يكون الثنتين بيساو بيساو R واذا الثنتين كانوا R فالU تقاطئ V كمان R والR موجودة في تاو احتمال الثالث F U or V is R يعني مش الثنتين يكونوا R هون يكونوا ايش U او ال V كانت R ولو فرضنا say افرض انه U هي اللي R في هالحالة شو بدي يكون تقاطئهم نفس الحالات هدول A و B و C نفس الحالات اللي شفناهم في مثالنا الماضي في الكوفانات التبولجي هذا الاحتمال للثالث انه يكون U او V R يعني واحدة منهم كانت R طيب اذا واحدة منهم R فرضنا مثلا U هي R طيب الثانية شو بدي تكون جزء من R رحنا نرجع U والV في Tau شو يعني U و V في Tau يعني U و V في الباور 6 للX يعني U و V مجموعة جزئية من X يعني U و V مجموعة جزئية من R إذا U و V مجموعة جزئية من R بس واحدة منهم صارت R والثانية ظلت مجموعة جزئية منها V مجموعة جزئية من U معنى U تقاطع V هي الأصغر إلى مجموعة V والV بالأصل إحنا جايبينها من Tau وزي ما حكينا لو كانت V هي اللي R U تقاطع V بدأ تساوي U كمان بيظل موجودة في Tau إذا بترجع لمثالنا في حالة الكوفاين اي التوبول جي بتشوف أنه هدول الA والB والC نفس الاحتمالات اللي عنا هناك بس طبعا باختلاف أنه X صارت R هدول الاحتمالات اللي بيشمل هدول الآن الاحتمال الرابع هنا اللي بيختلف هذا بيختلف إيش عن التوبولوج الماضي هناك كان عنا هنا فاي وكان عنا X بس هناك ما كنت في فترات كان كل المجموعات U بحيث X U is finite يعني المجموعات التي متممتهم finite هون بدالهم في عنا فترات زي هيك فإذا احتمال A والB والC شمل الفاي والR الاحتمال الرابع أنه يكونوا لا فاي ولا R يعني يكونوا من هاي النوعية يعني تكون U هي على شكل فترة من ناقص ما لنهاية للA زي هاي بحيث A في R والV كمان تكون على شكل فترة من ناقص ما لنهاية بس مش شرط A أي عنصر ثاني في R لB مثلا بحيث الB في R وبنشوف U تقاطع V احنا هون بنتحقق من شو من الشرط الثاني إنه إذا تأخذ عنصرين في تاو بدك تقاطع هم ينتمي إلى تاو خذنا عنصرين في تاو في هاي الحال ظهر التقاطع موجود في تاو ظل الحال الرابعة اللي هيك شكلهم هل فعلا تقاطعهم كمان بيظل موجود في تاو طيب إذا عندك مجموعة U من ناقص مال نهاية إلى ومجموعة V من ناقص مال نهاية إلى B شو بدي يكون تقاطعهم هذول الفترتين يعني عندك مثلا من ناقص مال نهاية إلى ثلاث ومن ناقص مال نهاية إلى سبعة شو تقاطع الفترتين أكيد من ناقص مال نهاية إلى ثلاث كان عندك فترة من ناقص مال نهاية إلى خمسة وفترة من ناقص مال نهاية إلى ثلاث إيش تقاطعهم من ناقص مال نهاية إلى ثلاث يعني حسب الأصغر بين A وال B فهي بدأ تكون من ناقص مال نهاية إلى C مثلا where C هي المينموم لل A وال B بس البهمنا أنه يو تقاطع ويظل شكله إيش شكله على شكل فترة من ناقص مال نهاية لسي يعني من هذا الشكل يعني يظل هذا الكلام موجود وين موجود في تاو ففي كل الحالات الأربعة اللي موجودة عندنا دائما إذا بتأخذ اليو في في تاو دائما يو تقاطع في ينتمي لتاو فهي بيكون تحقق الشرط الثاني من شروط التوبولوجي الشرط الثالث الشرط الثالث بدك تأخذ family of elements in تاو وتبين أنه اتحادهم كمان ينتمي لتاو فإذا تبدأ دائما let يو alpha alpha and delta be a family of elements in تاو وحكينا في محاضرة الماضية أنه هذا الكلام بإمكانك تستبدله بأن يو alpha تنتمي لتاو لكل alpha في delta هذا الفرض عندك family of elements in تاو ويش بنا نثبت الآن أنه اتحادهم ينتمي لتاو كمان هنا فيه ثلاث احتمالات الاحتمال رقم a ورقم b نفس الاحتمالات الموجودة في حالة التي شفناه في محاضرة الماضية يعني الاحتمال الاول أنه يكون يو alpha بتساوي phi لكل alpha في delta احنا هذول بنحكي احنا يو الف وين في تاو كلهم عندك عشر مجموعات كلهم في تاو ايش يعني كلهم في تاو ايش يعني نوعياتهم تاو عناصرها اما phi او r او فترات من هذا الشكل فأول احتمال للمجموعات اليو alpha أنه يكون كلهم phi واذا كلهم phi فاتحادهم phi والفاي تنتمي تنتمي لتاو احتمال الثاني كمان زي الاحتمال الثاني في حالة الكوفاين التوبوليجي if at least one of them اذا على الاقل واحدة منهم كانت a ايش يعني على الاقل واحدة من هدول كانت a يعني واحدة او ثنتين او ثلاث او كلهم فيها الحالة اتحادهم طيب احنا بنحكي احنا ذول اليو الفا كلهم في تاو ايش يعني كلهم في تاو يعني كلهم في الباور ست للأكس يعني كلهم مجموعات جزئية من اكس يعني في حالتنا كلهم مجموعات جزئية من الار الار طيب عندك مجموعات جزئية من الار بس على الاقل واحدة منهم كانت ار واحدة منهم ار والبقية مجموعات جزئية من ار فكيد اتحادهم بده يكون هي المجموعة الأكبر الاتحاد هي المجموعة الأكبر اللي هي الـ R مدام البقي كلهم بداخل الـ R فيذن اتحادهم بيساوي R والـ R تنتمي لتاو هدول احتمالين الـ A والـ B مشابهات للإحتمالين الـ A والـ B الموجودات في الـ Co-Final اللي هو أن يكونوا إما FI أو R اللي بيختلف الآن لإحتمال الثالث احتمال الثالث ما يكون لا FI ولا R يعني يكونوا من هاي النوعيات يعني هالمجموعات اليو ألفة كلهم على شكل فترات من ناقص مال نهاية العدد يعني هاي اليو ألفة تكون على شكل فترة من ناقص مال نهاية لأي بحيث الأي تنتمي لأر لكل ألفة في دلتا يكونوا من هيك الشكل هذول اليو ألفة بس لاحظ يو ألفة بتساوي هالشكل لكل ألفة في دلتا كم مجموعة عندنا يو ألف كان عددهم عشوائيات هذول عددهم بعدد عناصر دلتا مع كل ألف في دلتا في مجموعة اسمها يو ألف كم ألف عننا بعدد عناصر دلتا بجزئة دلتا عدد عناصرها عشرة مثلا بيكون هذول عددهم عشرة بس كلهم من هاي النوعية بس هل لازم كلهم يكونوا زي بعض بجوزة أولى تكون من ناقص ما لنهاية للايه الثانية مثلا من ناقص ما لنهاية لب وهاكذا. يعني هاي بتتغير هاي بتتغير بتغير ألفة فلذلك الأصح ينسميها A ألفة مثلا ألفة في دلتة للدلالة أنه يتغير طرف هذا الفترة بتغير المجموعة اللي اسمة A ألفة طيب الآن مجموعات لنا مش معروف كم عاده هم بس كلهم على شكل من ناقص ما لنهاي لا A ألفة. شو بدي يكون اتحادهم. مثلا عندك من ناقص ما لنهايه إلى اثنين. من ناقص ما لنهايه إلى سبعة. من ناقص معلنهاي إلى صفر من ناقص معلنهاي إلى تسعة ايش اتحادهم بدي يكون أكبر وحدة من ناقص معلنهاي لحسب الماكسيمم لهدول أو السوبرموم هو الأصح لدل ذلك اتحاد اليو ألف ألف في دلتا بدي يكون أكبر فترة من ناقص معلنهاي لبي مثلا وير B هي الماكسيمم أكبر وحد من الأطراف اللي موجودة البهمنا من كل هذا الكلام إنه اتحاد اليو ألف اتحاد اليو ألف ظل محافظ على إيش محافظ على شكل عناصر تاو هذا الشكل ينتمي ينتمي الأتاو فإذا نلاحظ في كل الإحتمالات الممكنة عندنا هون هذا الإحتمال رقم A إنه إذا كانوا المجموعات كلهم Phi فاتحادهم بيساوي Phi إذا كان على أقل وحد منهم R فاتحادهم R موجود في تاو وإذا كانوا من النوعية الأولى اليوم هذه الفترات كمان اتحادهم بيطلع ينتمي لتاو لذلك هذا رح يكون توبولوجي يكتحقق الشروط الثلاث بذلك هذا تاو is a topology on R called the left ray topology اسمه left ray topology and denoted by tau sub L R من كلمة left ray tau sub L R هذا التوبولوجي يعرف فقط على R هذا التوبولوجي يعرف على R طبعا المنطقي يعرف على R لأنه احنا بنحكي هون في التوبولوجي عن فترات والفترات مش موجودة إلا في R يعني Z مثلا مجموعة العدل لصي ما فيها فترات هاي الفترة ليست sub 6 من Z ولا مش لازم يكون هدول موجودات في R احنا هذا tau sub 6 من 6 لل X tau sub 6 من 6 لل R أي عنصر موجود في tau لازم يكون مجموعة جزئية من R فهذول مجموعة جزئية من R ليسوا مجموعة جزئية لا من Z ولا من N ولا من أي مجموعة أخرى لذلك هذا التوبولوجي لا يعرف إلا على R وليش سمينا هذا التوبولوجي لأنه هذول عناصر لما تيجي تمثله من خط العداد لما ترسم خط عداد مثلا فترة من ناقص مالا نهاية إلى 2 كيف يتمثل ها تحدد 2 على خط العداد وتروح لين بشعاع لجهة اليسار شعاع لف تري شعاع يساري يعني عشان هي قد سموه ليف تري توبولوجي سلمهم نتحفظه شوه ليف تري توبولوجي هو كل الفترات اللي على صورة من ناقص ما لنهاية إلى A فترة مفتوحة من الطرفين بالإضافة إلى الف وال R زي ما حفظنا ال كل ما دول بدك تكون حافظهم يعني لما نحكي تعرف أن هذا توبولوجي هذا المقصود فيه كل المجموعات U صبست من X بحيث X ناقص U is finite نحكي تعرف هذا الشكل تعرف ال نشوف الآن نوع سادس من أنواع التوبولوجي كمان هذا النوع السادس لا يعرف إلا على R يعني little X بتساوي R ليه مجموعة الreal numbers and Tau بتساوي كل المجموعات U لصبست من R اللي بتحقق الشرط إيش هو الشرط أنه لكل X في U يوجد there existing فترة AB بحيث X تنتمي لل AB وال AB subset menu اتحاد طبعا الفايل وال R كل المجموعات U اللي سبست من R اللي بتحقق هالشرط إيش هو الشرط لكل X في U يوجد فترة AB بحيث X تنتمي للفترة AB والفترة AB subset من U بالإضافة لل F يعني كمان هذا عناصر أحد ثلاث أشكال إما F أو R أو المجموعات التي تحقق هذا الشرط شو الشرط يعني بدأ حكي مجموعة U موجودة هون شو اللي خلى U موجودة هون لازم يكون لكل X في U يوجد فترة AB بحيث X تنتمي إلى وتكون subset من U هذا كمان رح نبين أنه تبولوجي حتى تبين أنه تبولوجي بدك تحقق من ثلاث شروط أول شرط أنه تكون الفاي وال X تنتمي لتاو X لأنه هي R هاي الفاي والR موجودة في تاو مصرح بهذا الكلام الشرط الثاني تبدأ بعنصرين U و V في تاو ولازم تبين أنه تقاطعهم ينتمي لتاو هذول U و V أخذناهم في تاو في لهم احتمالات احتمال رقم A و رقم B و رقم C مشابهات لمثالنا الماضي واللي قبله شو الاحتمال رقم ايه إنه يكون واحد منهم أو الثنتين بيساو في تقاطعهم في هاي موجود احتمال الثاني إنه يكون المجموعتين اليو والفي هي R وإذا الثنتين R تقاطعهم R موجودة احتمال الثالث إنه على الأقل أو وحد منهم وحد منهم R وإذا واحد منهم R تقاطعهم هي المجموعة الثانية والمجموعة الثانية أكيد موجودة في Tau فهدول حرفيا بترجع لمثالنا الماضي تبع Left Ray Topology تكتبهم نفسهم A وB وC اللي بيختلف هو الاحتمال الرابع احتمال الرابع إنه اليو والفي ما يكونوش لا في ولا R إيش يعني ما يكونوش لا في ولا R يكونوا من هاي النوعية يعني اليو تكون هون شو اللي خلى اليو هون إنه هذا الشرط تحقق إيش يعني تحقق لكل X في يوجد فترة AB بحيث X تنتم إلى الفترة AB وهاي الفترة AB Subset من يو كمان الV تكون هون إيش اللي خلى الV تكون موجودة هون إنه متحقق هذا الشرط بس متحقق على الV يعني لكل هاي and لكل X في V يوجد فترة مش شرط نفس الفترة بس من فترة CD مثلا بحيث X تنتم إلى الفترة CD وهذا الفترة Subset من V إيش بنا نثبت في كل الحالات إنه تقاطعهم موجود في يعني بدأ بيّن إنه U تقاطع V موجود هون شو اللي بدي يخلي U تقاطع V تكون موجود هون لازم يتحقق الشرط شو الشرط اللي لازم يتحقق لازم لكل X في U تقاطع V لازم تحقق الآن من شرط إنه لكل X في U تقاطع V لازم نستطيع نوجد فترة بصر بصر كيف شكل بس المهم مفتوح من الطرفين بحيث X تنتم إلى الفترة وهي الفترة تكون subset من U تقاطع V حتى يكون أي عنصر موجود هون لازم يتحقق الشرط عليه فحتى يكون U تقاطع V موجود هون لازم يتحقق هذا الشرط بس بدأ ل U شو U تقاطع V لازم لكل بحيث X تنتم إلىها وتكون subset U تقاطع V يعني معناته بدأت تحقق من هذا شرط شو بدي أبدأ بإيش بX في U تقاطع V لازم أوجد الآن فترة بحيث X تنتم إلىها وتكون subset من U تقاطع V أخذت U في X أو X في U تقاطع V معناته هاي X تنتم إلى U and X تنتم لم إذا عندك X موجود في تقاطع مجموعتين فأكيد هي موجودة في المجموعة الأولى وموجودة في المجموعة الثانية بس ما دامت X في U شو أنا فارض هون إنه لكل X في U يوجد هالحكي هاي في عنا X في U معناته by assumption بالفرض يوجد فترة A B بحيث X تنتم لل A B وما دام X في V وأنا فارض إنه لكل X في يوجد الحكي وأنا توجد كمان بالفرض فترة C D بحيث X تنتم ل C D V في عندي فترة بحيث X تنتم إلها sub 6 من U وفي عندي فترة بحيث X تنتم إلها sub 6 من V بس أنا بدي أوجد زي ما نكاتب هون فترة بحيث X تنتم إلها وتكون هاي الفترة sub 6 من U تقاطع V يوجد فترة sub 6 من U ويوجد فترة sub 6 من V أنا بدي فترة تكون sub 6 من U تقاطع V إيش بدأ تكون هاي الفترة تقاطع هاي أخذ هاي تقاطع هاي أكيد هي sub 6 من U تقاطع V فالآن X تنتم للفترة A B تقاطع C D هاي X في A B والX في C D معت X في تقاطع هم وهذا sub من U تقاطع V طيب هاي الفترة A B تقاطع C D شو بدي يكون هذا خط الأعداد هاي فترة يسمها A B وبدأ خيلها في عنصر اسمه X X ينتمي للفترة A B والX كمان موجود في الفترة C D طيب وين بدا تكون C وال D بدا تكون C على يسار X والD على يمين X حتى تكون X تنتمي إلها يعني C بدا تكون إما في هالمكان أو في هالمكان والD إما هون أو هون طيب هاي فترة اسمها A B والC D بجوز تكون هيك هاي C D وبجوز C D تكون هيك هاي مع هاي وبجوز تكون C هون والD هون بجوز C تكون هون والD هون على كل حال الآن شو بدي يكون تقاطعهم AB مع الفترة CD إذا كانت CD بالداخل تقاطعهم الفترة CD إذا CD بالخارج هدول تقاطعهم AB إذا C هون هون بالداخل والD بالخارج تقاطعهم CB يعني كأنك هدول الثنتين بتأخذ الأكبر فيهم وهدول الثنتين بتأخذ الأصغر فإذا الX رح تنتمي لفترة مثلا اسمها E F اللي يتقاطع هدول بحيث E هي الماكسمم بين A والC والF هي المينيمم بين B والD Where E هي الماكسمم بين A والC والF هي المينيمم بين B والD هذا تقاطع الفترتين هدول هيك بيكون فترة من هاي النوعية نرجع إحنا على إيش مندور يا جماعة إحنا دي منتحقق من الحال الرابعة حال الرابعة إنه يكون الU والV هدول لا Phi ولا R يعني تكون الU موجودة هون يعني متحقق هذا الشرط عليها والV تكون موجودة هون يعني متحقق هذا الشرط عليها وبدي أشوف الU تقاطع فينها كمان موجودة هون فهل بتحقق من الشرط تبع U تقاطع V إنه لكل X في U تقاطع V هل يوجد فترة تحقق هذا الكلام هاي أخذت X في U تقاطع V سطعت أجيب فترة اسمها EF بحيث X تنتمي إلى الفترة EF وتكون من U تقاطع V يعني هذا الشرط اللي عندنا متحقق على U تقاطع V معنى U تقاطع V تنتمي لتاو ففي الحالات كلهم اللي عندنا دائما إذا بتأخذ U والV في تاو بيطلع U تقاطع V تنتمي لتاو ضلي الآن الشرط الثالث من شروط التوبولوجي الشرط الثالث هو إيش نكتب بفاميلي U ألف ألف إن دلتا بي أفاميلي أوف إليمانتس أو بمعنى آخر حكينا يعني U ألف تنتمي لتاو لكل ألف في دلتا وبننا نبين أنه اتحادهم كمان ينتمي لتاو اتحادهم ينتمي لتاو كمان في احتمالاتهم لليو ألف الاحتمال رقم A ورقم B مشابهات للاحتمال رقم A ورقم B في حالة الليف تري تبوليجي والكوف تبوليجي شو كان الاحتمال الاحتمال رقم A إذن بدينا بفاميلي U ألف ألف في دلتا أو يعني الU ألف تنتمي لتاو لكل ألف في دلتا هدول U ألف كلهم في تاو احتمال رقم A كان عندنا أنه يكون كلهم U ألف يساوي في كلهم في وإذا كلهم في اتحادهم بيساوي في والفي موجود في تاو احتمال الثاني كان أنه على الأقل واحد منهم تكون R وإذا على الأقل واحد R اتحادهم بيساوي R والR موجود في تاو نفس الاحتمال الحرفية بتكتبهم لحالة الليف تري تبوليجي أو الكوف تبوليجي الاحتمال الثالث أنه هدول U ألف ما يكون لفاي والار يعني يكون هون يعني تكون U ألف هون شو اللي خلى U ألف تكون موجود هون أنه متحقق هذا الشرط على U ألف يعني لكل X في U ألف يوجد فترة بحيث X تنتمي للفترة وهاي السبست من U ألف بس هون U ألف احطينا مكان U هاي صارت U ألف وهاي صارت U ألف لكل X في U ألف طبعا هذا الحكي لكل ألف في دلتا لكل X في U ألف يوجد فترة هاي U ألف هذول حكينا كم عددهم عشوائي بعدد عناصر دلتا يعني لو كانت الدلتا هاي فيها ثلاث عناصر مثلا بيكون في عنا واحدة اسمها U1 U2 U3 إذا أخذنا U1 لكل X في U1 يوجد فترة أخذنا U2 لكل X في U2 يوجد فترة طبعا 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 مش نفس الفترة يوس فترة ثانية بس المهم تكون فترة على الشكل يعني هاي الفترة تتغير بتغير الألف يعني أصح نسميه مثلا A ألف بألف بس للتمييز أنه هاي الفترة تتغير بتغير الألف إذا صار مع كل X في U1 يوجد فترة اسم A ألف بألف بحيث X تنتمي لها تكون subset من U1 هذا لأن U1 هون فتحقق هذا الشرط إحنا مأخذين مجموعات في التاو وبنمبين انه اتحادهم الآن كمان موجود في التاو يعني بنمبين انه هون موجود عندنا اتحاد U1 شو اللي بدي يخلي اتحاد U1 يكون موجود هون انه يتحقق هذا الشرط شو يعني يتحقق هذا الشرط يعني اشيل U وحط بدالها اتحاد U ألف هل لكل X في اتحاد U ألف هل يوجد فترة بحيث X تنتمي لها وتكون subset من اتحاد U ألف هذا اللي بدي نتحقق منه على أساس من خلاله نستنتج انه اتحاد U ألف ففعلا حقق هذا الشرط فاتحاد U ألف ينتمي لتو اللي بدي أبينه الآن هل لكل X تنتمي لاتحاد U ألف هل يوجد فترة بحيث X تنتمي لها وتكون subset من اتحاد U ألف فنبدأ بعنصر X في اتحاد U ألف عنصر X في اتحاد U ألف بينتهي الإثبات لما بجيب فترة بحيث X تنتمي لها وتكون subset من اتحاد U ألف هل يوجد فترة بحيث X تنتمي لها subset من اتحاد U ألف فبديت بعنصر X في اتحاد U ألف شو عنصر X ينتمي لاتحاد مجموعات معناته X تنتمي الأقل لوحد شو يعني X تنتمي لاتحاد خمس مجموعات يعني الأقل X موجودة في واحدة منهم بس بس احنا شو فرضين هون مع كل X في اتحاد U ألف يوجد هالحكي هاي بأسامبشن بالفرض يوجد فترة A ألف بألف بحيث X تنتمي لأ ألف بألف سبست من U ألف شوفي الآن بدينا بأكس في اتحاد U ألف هاي بدينا بأكس في اتحاد U ألف ولازم نوجد فترة بحيث X تنتمي لها وهاي الفترة سبست من اتحاد U ألف احنا جبنا فترة بس هاي X تنتمي إلى سبست من U ألف U ألف وحد من هذول ولما حكينا هون احنا X ينتمي لاتحاد U ألف حكينا X ينتمي على الأقل لوحد وحد هاي وحد من هذول اسم هاي U ألف وهاي X اللي بتنتمي لوحد استطعنا نوجد لها أو بالفرض موجود لها فترة بحيث X تنتمي لها سبست من U ألف لكن احنا بدنا نجيب فترة بحيث X تنتمي لها وهاي الفترة تكون سبست من الاتحاد جبنا فترة بحيث X تنتمي لها وهاي الفترة سبست من واحد شو الفترة بتكون تحوي اكس وتكون صبست من الاتحاد اكيد هي نفسها مدام هاي صبست من واحدة من هدول فهي اكيد صبست من الاتحاد بط هاد اليو ألفة صبست من اتحادهم المجموعات كلهم دين صارت اكس تنتمي لا اي ألفة بي ألفة ليه صبست من يو ألفة او اليو ألفة صبست من الاتحاد فصارت الفترة صبست من اتحاد اليو ألفة شو اللي كان بنا نعمله احنا بنا نبين انه اتحاد اليو ألفة موجود هون حتى يكون اتحاد اليو ألفة موجود هون لازم يتحقق هذا الشرط انه لكل اكس في اتحاد اليو ألفة يوجد فترة بحيث اكس تنتمي الى صبست من اتحاد اليو ألفة فبدأنا باكس في اتحاد اليو ألفة سطعنا نجيب فترة بحيث X تنتمي إلها subset من اتحاد اليو ألفا هيك بيكون هذا الشرط الثالث متحقق فلذلك الفاملي تاو is a topology on r called the standard topology اسمه standard topology او يوجول تبولوجي اسمه standard تبولوجي أو يوجول تبولوجي and denoted by إذا سمينا standard تبولوجي نرمز لبرمز تاو صب أس وإذا سمينا يوجول تبولوجي نرمز لبرمز تاو صب يو طبعا بعض الكتب بتسميه standard تبولوجي والبعض بيسميه usual تبولوجي هو نفس التبولوجي يعني شو هو هذا الstandard تبولوجي أو اليوجول تبولوجي كمان هذا بدك تحفظه بحالشكل الstandard تبولوجي أو اليوجول تبولوجي هو كل المجموعات يو لسبست من R اللي بتحقيق الشرط لكل X في U يوجد فترة AB بحيث X إلى سبست من U اتحاد الفاي والعض هي كصر عنا ست أنواع من أنواع التبولوجي أول أربع اللي سميناهم الاندسكريت تبولوجي الديسكريت تبولوجي الكوفايناي التبولوجي والكو كاونتاب التبولوجي تعرف على أي مجموعة X النوعين الخامس والسادس لا يعرفوا إلا على R فلذلك على R بيصير عنا كم تبولوجي مش اثنين بيصيروا ستة لأنه الاندسكريت تبولوجي والديسكريت تبولوجي والكوفايناي التبولوجي والكوكاون تبولوجي يعرفوا على R كمان عنا بنحكي يعرفوا على أي مجموعة X فهم يعرفوا على R يعني بتشيل هناك X بحط بدالها R بيصير عنا الاندسكريت تبولوجي هو اللي بيساوي المجموعة اللي فيها فاي وR الديسكريت تبولوجي هو اللي بيساوي الباور ست للR والكوفايناي التبولوجي نفسه بس بشيل الـ X وحط بداله R فعلى R صار عنا ست أنواع من أنواع التبولوجي لكن احنا بنحكي أنه الاندسكريت تبولوجي والدسكريت تبولوجي الكوفايناي التبولوجي والكوكاون تبولوجي يعرفوا على أي مجموعة X بس الليفتري تبولوجي والستاندرد تبولوجي لا يعرفوا إلا على المجموعة يا ريت لو الكل هيك تقرأهم قراءة كويسة لأنه من هون لنهاية تبولوجي 2 رح نظل نحكي عن الست أنواع الموجودة ما في داعي في كل مرة نظل نحكي إيش المقصود بهذه الأنواع الستة من أنواع التبولوجي نكون عارفهم وحافظهم ما في داعي نظل نكتبهم في كل حالة في كل موضوع رح نظل نحكي عنه عنا في التبولوجي يا جماعة خاصية أن مواضيعنا كلها مترابطة ما في ولا أي محاضرة رح نحكي عنها بمعزل عن المحاضرات السابقة كل مواضيعنا معتمدة على بعض لذلك من البداية من البداية اقرأ هاي المواضيع وفهمها كويس وأي شيء ما بتعرفوا وما بتفهموا اسأل عنه من البداية لأنه أي شيء ما رح تستوعبه ما رح تستوعب بعد ذلك أي شيء ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر